كان حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول قبل البرنامج على طول فاز بيها الحكومة كريم بنزيمة هما بيسموه كده في أسبانيا نجم ريال مادريد محمد صلاح طبعا قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفر بولي الإنجليزي جي في المركز الخامس ما عرفش ما عرفش صلاح يعني في المركز الخامس يعني ممكن كان يبقى مركز تاني تالت رابع لكن مركز خامس يعني صلاح كان لازم يبقى في أول تلاتة وجهة نظري فنية يعني إن محمد بيقدم مش علشان جاب جوني مبارح ولا أول مبارح ولا عشان كان قبلها وحش وبعدين بقى كويس لا محمد صلاح دايما لما الفرق دي أو لما المجلات الكبيرة بتعمل مثل هذه الأمور بتقيم سنة كاملة إيه اللي حصل في السنة بشكل كامل فمحمد صلاح كان بيؤدي بشكل رائع سواء مع المنتخب أو مع ليفر بول السنة السابقة وما كانش في توفيق مع المنتخب ونفس الكلام أيضا مع ليفر بول ولكن محمد صلاح قول نقول يعني قدم بشكل رائع نموذج مشرف لكل لعبي كرة القدم العرب والأفارقة والعالم في العالم كله الحقيقة لإني تكلمت مبارح عن محمد صلاح والمحترفين المصريين كان لازم أقول إن النهاردة محمد صلاح هو بالنسبة لي حتى أنا شخصيا يعني ما عيدا عن أي حاجة هو أفضل لعب في العالم أو تاني أفضل لعب في العالم معلش خلينا أقول الحقيقة كريم بن زيمة يستحق أن يكون الأفضل محمد صلاح وجهة نظري أنه يستحق أن يكون تاني أفضل لعب في العالم بعد كريم بن زيمة كريم بن زيمة السنة اللي فاتت عامل حاجات كبيرة جدا 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 يعني عشان كده قدر أوفاز استقل كريم بن زيمة بصوا حضراتكم شاكلون الدارة مع الدقن اللطيفة من بقى اللي بيسلمه الجايزة؟ زين الدين زيدان زين الدين زيدان بالمناسبة هو من أحيا موهبة كريم بن زيمة مرة أخرى لأنه كان بيقابل بانتقادات كبيرة جدا قبل ما زيدان يتولى رئي المدريد ولكن زيدان كان مصر على وجود كريم بن زيمة وكان دائما دائما الدفاع عنه وبالتالي دور المدير الفني الحقيقة في أن يصل كريم بن زيمة إلى منصات التتويج يستحق كريم بن زيمة ولكن محمد صلاح كان يستحق الأفضل خلال هذه الفترة عمرنا ما حناي أسكل لنا دائما حنبقى في ظهرك خلال السنة اللي جاية الحمد لله المصريين كلهم كانوا بيتفرجوا على مباراة ليفربول والمن سيتي ما كانوش بيعملوا غير حاجتين بيدعو لك وبيخلوا الباقي ما يكسبش يعني هلند ما عملش حاجة وبقية اللاعبين في من سيتي ما عملوش أي حاجة في هذه المباراة ولكن محمد صلاح يظل دائما معشوق كل المصريين وكل العرب وكل الأفارقة وكل العالم الحقيقة ويستحق هذا التقدير الكبير ترجمة نانسي قنقر